من أهم الحاجات اللي حصلت من ساعة ما توليت المسئولية هو إنه مش بس إحنا بنفوكس على النجوم وعلى الأفلام والناس تتفرج على الأفلام لكن كمان الصناعة وده كان من خلال ومن خلال الكعيرو فيلم كونكشن وهكذا كل ده أدى إلى إيه بعد ثلاث سنين بقى دلوقتي شايف التجربة دي وصلت لإيه أنا شايف إنها نضجت وبقت يعني مسماعة على مستوى الاندستري في يعني في العالم كله الحياة جوه الصناعة جوه صناعة السينما بقت محطة مهمة في الكالندر بتاعة الاندستري بتاعة صناعة السينما العربية والصناعة العالمين المهتمين بالسينما العربية يعني بكلم على شركات التوزيع بكلم على المنتجين اللي بيهتموا بالإنتاج المشترك مثلا مع البلاد العربية بكلم على المهرجانات الكبرى كلها فيه اهتمام باللي بيحصل في كايرو اندستري دايز والبروجيكس والفيلميكرز اللي بيطلعوا من المتواجدين يعني في الإيبنت ده هل زي بيقول كده نيو ويرلد أو نيو ويرد أوردر ما بعد الكوفيد هل حيكون في شكل جديد للمهرجانات؟ خصوصاً إن جزء مهم قوي من المهرجان هو التواصل الإنساني اللي بيحصل ما بين الضيوف ومن الصناعة شايف ده حيحصل؟ فيه تجربة مهمة قوي طلعنا منها السنة دي المشاركة الافتراضية لعدد من الناس سواء في أيام القاهرة صناعة السينما أو مخرجين عندهم أفلاق مهمة حتى تضيف ناس زي ميشيل فرانكو مثلاً مخرج نيو أوردر أو فلورين زيلر فيلم الأب مخرج فيلم الأب وغيرهم الحقيقة عملوا لقوات صحفية كتير مثلاً مع صحفيين أجانب أصلاً مش موجودين في القاهرة يعني اللي اتنين يعني اللي اتنين مش موجودين في القاهرة بس اللي اتنين عملوا لقوات من خلال الزوم ومن خلال التكنولوجي يعني والإنترنت بس دي ما بيفكتش شوية التواصل الإنساني اللي بيبقى موه بإفرق أجيب طبعاً بإفرق بس يعني معايا كده لو حد مشغول مش هقدر ييجي مش أفضل إن احنا نستفيد بخبريته برضو حتى لو من خلال التكنولوجي نفس الحكاية بالنسبة للماستر كلاسيين نفس الحكاية بالنسبة لبعض الورش والحاجات دي كلها دي حققت مع مهرجان القاهرة حاجات كتيرة قوي 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 يعني وكده يفقم لونج وي يعني شايف إيه اللي محتاجه المهرجان علشان يكون كمان لعب أكبر على مستوى المهرجانات الدولية لعيب له اسم مهم لا أقول المهرجان يعني ماشي في طريق صحيح الحمد لله بقلو يعني أعتقد الدورة اللي فاتت من وجهة نازريكة يعني من قبل دورات المهرجان على مدار تاريخه يمكن يعني الحديث مش هكلم عن البدايات مش هكلم عن تريه الحديث فالسنة دي حاولنا نعمل نفس اللي عملنا السلفات بس طبعا ظروف يعني الحمد لله بأنها طلعت بالشكل ده وطلعت بالإخبال ده وبالمحتوى ده أنا أعتقد أن احنا لو ما كانش فيه كورونا السنة دي كنا وصلنا خمسين ألف تذكر يعني أتوقعنا نحن السنة دي نعدد تلاتين ألف في ظل أن في كورونا وده رقم كبير جدا بالنسبة لخمسين في المية والكافاستي بتاع التقاط اللي موجودة عندنا طبعا طبعا مربو تتعاد وطلب زيادة على الأفلام كمان شكرا شكرا